مع شامل الجولوني وآخر المستجدات مساء الخير أخي شامل مساء الخير أستاذ سامير شامل أخبار جيدة عن تقدم الجيش الحر في عدة جبهات في القنيطرة ما الذي يحدث عندكم سيدي؟ بشرنا لنشوف شو الوضع عنكم بسم الله الرحمن الرحيم بداية تشهد منطقة القنيطرة وخاصة القطاع الغربي من المنطقة عمليات عسكرية قوية جدا وخاصة تحت عنوان نصرة لأخوتنا أبناء الدم في المنطقة الجنوبية المحاصرة من دمشق منطقة الجوحية ومنطقة المعظمية الجيش الحر يسطر أروع البطولات وخاصة في منطقة الحيران هذه المنطقة التي كانت تعد منطقة عسكرية وارتكاز لقوات النظام بشكل أساسي للواء 61 استطاع الطالق الجيش الحر خلال هذه العملية العسكرية التي بدأت منذ يومين التحرير كامل لحاجز الحيران وحاجز المدرسة الموجود بنفس هذه القرية وهذه المدرسة كانت تجمع للقناصين حيث كانوا يطولون مساحات كبيرة جدا من الأراضي كون هي أراضي مفتوحة أيضا السرية الثانية في الحيران اليوم حررت بيئة الكامل بالإضافة للمرصد الذي يبعد عن هذه السرية يقارب 2 كيلو متر بالإضافة إلى استمرار الجيش الحر بأخذ هذه الثغرات من الجيش النظامي السرية تلو الأخرى ونقطة تلو الأخرى الآن الجيش الحر يحاصر كامل السرية الرابعة في منطقة الحيران أيضا بشامل عندي سؤال لك صديقي العزيز يعني قد يسأل سائل أو مراقب أو سوري مغترب خلينا نقول أنه يا أخي بالغوطتين بالغوطة الشرقية في جيش عظيم باسمه جيش الإسلام تامع للجيش الحر بمنطقة الخليطرة في عمليات عسكرية كبيرة ما الذي يمنع تلك القوات من اختراق العاصمة دمشق ما السبب؟ ما الموانع أمامكم بتصورك يعني أنت؟ أخي بصراحة حتى نكون بتم الشفافية هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية حتى هناك عوامل من الجيش الحر نفسه هناك تكتلات حربية كاملة تقوم على أساس تجمعات حربية لا أكثر نتكلم عن عدة من التجمعات المنطقة مثل الغوطة الشرقية والتجمع الهائد للثوار والأسلحة وكتاب الدبابات إلى ما ذلك نتساءل كثيراً هل هي عاجزة عن فك التوق عن المنطقة الجنوبية التي تعاني من حصار منذ عشرة أشهر؟ سؤال مشنوع نعم هناك مجاعات قائمة أن السبب الأساسي في المنطقة الجنوبية من دمشق الذي ذهبت ضحيته منطقة أذيابية والبويضة والمجازر هناك الكثير من يلقي اللوم واللائمة على أخوتنا في الجيش الحر في الغوطة الشرقية هذه المنطقة التي لم تتنازل أبداً على فتح أي طريق أو أي معبر للجيش الحر لإمداده فقط بالذخيرة هم نبهوا أكثر من مرة واستنجدوا ليش يا شامل؟ ليش ما ساعدون؟ هناك ضغوطات حيث أن أغلب القيادات العسكرية أصبحت تنتقل لمرحلة أخرى أن العدو لم يعد بشار الأسد بل العدو هو المنافس الأقوى على الأرض هناك دويلات جزئية تقوم وخاصة حول ضواحي دمشق وريفها دويلات هناك كل لواء يقوم بعمل دويلة خاصة به هناك أمراء حرب بكل معنى الكلمة هناك تجار دماء الآن تقوم على أجثاث وجثث الأطفال والنساء والجياع هذا كلام خطير يا شامل هذا كلام خطير ما تقوله أنا أول مرة بسمع من مراسل هذا الكلام والله بشكرك على شرعتك بالحقيقة يعني طيب شامل فيك تعطيني أسماء أسماء هؤلاء القادة والكتائب والألوية الذين يعني يتناحرون بين بعضهم البعض ما من أن ألحى على أفلان ولا على ألتان بس أسماء اللي عم يتآتنوا مع بعض أو اللي عم يتنافسوا سياسياً لا حوله لقوة الأبلاء أخي حتى نترفع نترفع عن الأسماء والشخصنا في هذا الموضوع إنها لعبة دولية على الأغلب هناك عدد من الكتائب دعمها قطري وهناك عدد من الكتائب دعمها سعودي وهناك عدد من الكتائب أيضاً تعتبر جناح عسكري للمخابرات الأردنية للأسف هناك تضارب جداً بين الأهداف كان الهدف في بداية الثورة واضح وإسقاط نظام الطاغية للأسف الآن يعني بما معناه شامل تريد أن تقول اللي بيأكل من خبز الأمير بضرب بسيفه مين بفعله مصاري بيشتغله مثل ما بده هاي بالمختصة بالضبط بالضبط هناك أملاءات سياسية خطيرة جداً لكن نعول في هذه المرحلة باجتداد الأزمة على عموم سوريا على وعي أبطال الجيش الحر نحن نعول على وعي الأفراد من الجيش الحر نعول على الثوار المجاهدين هؤلاء القاعدة لا نعول على الرؤوس والقادة أصبحنا على علم ويقين أن أغلب قادات الألوية وقادات الجيوش المجيشة التي شكلت أن أغلبها كانت عبارة عن أشياء مسيسة هناك تجمعات عسكرية معروف يا شامل أرجوك حضر لي تقرير عن هذا الموضوع إن شاء الله تكون معي ضيف محاور مع السياسيين ونحاول نصدف حدا من جيش الإسلام ونحاول نحكي نحن وياه أو مع الشيخ زهران عن لوش يعني نحاول نحكي معهم بهذا الموضوع نشوف شو ممكن يعني بسمع أنه عم يصير فيه انضمام لهذا الجيش نحاول نزلل تلك الخلافات أشكرك جزيلا شكر أخي شامل لجولان يعطيك العافية بشكل سريع والاتصال الأخير مع مدينة حمص مع أبو بسام الحمصي وآخر لمسجدات في عاصمة الثورة الصامدة حمص مساء الخير يا أبو بسام يعطيك العافية على أستاذ سمير الله يبارك فيك سيدي العزيز ما الوضع عندكم اليوم؟ تفضل سيد